مرحبا بكم مشاهدين من جديد من خلال برنامج بين السطور حيث نعرض لأبرز المقالات والكاريكاتيرات التي تناولتها الصحف المحلية العربية والعالمية مع قراءة فيما بين سطور هذه المقالات ونبدأ حلقتنا بالصحافة المحلية بعد الفاصل حزب الله باغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله ومجموعة من قيادات الحزب شكلت مادة خصبة للكتاب والمحللين ومحاولة قراءة المشهد الحالي والمستقبلي عبر موقع عمون الإلكتروني كتب شحاد أبو بقر مقالا بعنوان بلاد الشام والعراق في خطر وعلينا أن نتحد حيث أنه يجد أن هذا الخطر قد يبدأ بحرب إسرائيلية برية على جنوب لبنان وقد يمتد إلى سوريا والعراق خاصة وأن إسرائيل تتمتع بعدم انطباق القانون الدولي والإنساني على أفعالها وجرائمها سواء في غزة وسائر فلسطين أو في لبنان وحيث ما شاءت وهنا يقول أبو بقر عندما يتعلق الأمر بدولة الاحتلال الإسرائيلي يتجمى التطبيق القانون الدولي لا بل وتتمتع كذلك بدعم سياسي وعسكري كبير بحجة أنها تدافع عن نفسها وهي في حقيقة الأمر تدافع عن احتلالها المستحكم منذ 57 عاما ورضها القاطع لكل قرارات الشرعية الدولية ويعرض الكاتب إلى السياسة الأردنية الثابتة في الدعوة إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإلزام الأمم المتحدة بتطبيق القانون الدولي ويضيف بالقول مدام الأمر كذلك فإن علينا نحن الأردنيين ومن كل المشارب أن نتحد على قلب رجل واحد دفاعا عن الأردن ومواقفه الشريفة المشرفة قيادة وشعبا وحكومة وجيش وقوى أمنية إلى جانب الحق الفلسطيني الأيام حبلة بالمخاطر ولا عذر لأردني أو أردنية في التخاذل عن الواجب الوطني نحو حماية الأردن من كل شر أيا كان مصدره ومن صحيفة الغد قراءة في سيناريو ما بعد نصر الله يكتبها ماهر أبو طير بعنوان ماذا بعد اغتيال نصر الله الذي يؤكد أن الاغتيالات التي تحدث في لبنان تؤشر على خطورة الوضع فيها ويرى أبو طير أن ما يجري في لبنان أخطر مما يجري في غزة لأننا في لبنان أمام دولة تتعرض لحرب شاملة ولا يجوز المطابقة مع نموذج غزة الذي يحكمه تنظيم فلسطيني في ظل ظروف حصار أصلا وهذا يعني أن الدولة اللبنانية بمختلف تكويناتها أصبحت تحت الحرب التي أدت حتى الآن إلى موجات تهجير من الجنوب إلى الوسط والشمال وربما إلى سوريا والأردن ودول ثانية وحول الموقف والدور الإيراني يقول أبو طير إيران تتفرج من بعيد ولا تتدخل مباشرة في الحرب حتى الآن وسط ثلاثة احتمالات الأول يؤشر على تخليها عن تنظيمات دعمتها في فلسطين ولبنان لخوفها من جر إيران وشعبها إلى حرب حارقة أمام الحجد الإسرائيلي الغربي وثانيها أن إيران عقدت صفقة مع أمريكا تضمن التخلي عن هذه التنظيمات مقابل سلامتها منذ اغتيال إسماعيل هنية وهذا أمر بحاجة إلى وقت حتى يتسنى التأكد منه وثالثها أن إيران تدرك أنها ستدخل الحرب نهاية المطاف وتحاول جدولة وتأخير موعد الدخول فقط في ظل انقسامات في السلطة في إيران ولمزيد من القراءة ما بين سطور المقالة لهذا اليوم معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور عبد الحكيم القرال لأستاذ العلوم السياسية أهلا وسهلا بك مساء الكير سيدتي مساء الخير لك إلى جميع أستاذ المشاهدي يعني دكتور أي سيناريوهات ما بعد اغتيال قيادات حزب الله برأيك تفضل يعني إلى حد كبير سيدتي الكريمة أعتقد أن المنطقة مقبلة وقمع على مزيد من التصعيد هذا الأغتيال ربما شخصية بحجم حسن والله يعني إلى حد كبير قد تنظر أو تشي بمغبة قتون حرب إقليمية أو شاملة في طل هذا التوسع وتعدد الأطراف واشتباك وحالة التعقيد التي تعيشها المنطقة هذا ربما نهج دولة الاحتلال واليمين المتصرب بقيادة نسلياهو الذي لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي إلى حد كبير يعني حزب الله يعني ركيزة أتاتية وفي محور المقاومة تداخل إيران في ذلك تداخل الحتيين والميليشيات المحسوبة على إيران في العراق وسوريا إلى حد كبير هذا الأمر يعني تغيث الخطورة وقد يذهب بالمنطقة إلى مرحلة اللاعودة لا قدر الله وهذا ما كانت يعني الدبلومافي الأردنية تحذر منه دوما على ضرورة وقف العدوان لإسباقي للغاشم على قطاع غزة لكي لا تتسعرق على الصراع وبالتالي ستخسر جميع الأطراف من هذا الآخر نعم دكتور شكرا لك وأرجو أن تتفضل بالبقاء معنا لتحليل آخر في الصحافة العربية ونتابع مشاهدين معالم الكاريكاتير من صحيفة الغد لحمز حجاج لنتابعنا لمقالة لرامي مهداوي في صحيفة الأيام الفلسطينية وهو يتناول مقابلة جلالة الملك رانيا العبدالله على شبكة ABC News الأمريكية وأبرز القضايا الملحة وأبرزها ازدواجية المعايير في التعامل الدولي مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيث وجهت جلالتها نقدا لاذعا للسياسات العالمية التي تتجهل معاناة الفلسطينيين وتوفر غطاءا لإسرائيل حيث يقول الكاتب ركزت الملكة في حديثها على غزة مشيرة إلى أن الحصار المستمر منذ سنوات يعد أحد أطول وأقصى أشكال الحصار في التاريخ الحديث في مقارنة دقيقة بين الكثافة السكانية في غزة وتلك في مدن كبرى مثل نيويورك وأوضحت الملكة كيف أن المدينة الصغيرة التي تعاني من أزمات إنسانية متفاقمة تتعرض لقصف كثيف ومستمر وصفته بأنه تجاوز بكثافته القصف الذي شهدته أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية هذه المقارنة تهدف إلى إظهار أن ما يحدث في غزة ليس نزاعا عاديا بل مجزرة مستمرة تغلق أو تغلق أمام أهلها أبواب الحياة الكريمة وتعرضهم للعنف اليومي دون رحمة وبحسب الكاتب من المهم النظر إلى هذه المقارنة في سياق التحليل الأوسع الذي تقدمه الملكة العالم لم يعد يتفاعل مع الأزمات وفقا لمبادئ العدالة العالمية بل بات يستجيب حسب موقع الضحية على الخريطة السياسية في حين أن أوروبا شهدت تضامنا عالميا وإعادة إعمار واسعة بعد الحرب تترك غزة لمصيرها تحت الأنقاض دون أي أفق للتغيير هنا تأتي نقطة التحليل المهمة إذا كان العالم قد تعلم من دروس الحرب المدمرة فلماذا يغض الطرف عن مذبحة غزة ويتابع بفضل مكانتها الدولية وصراحتها في التعبير عن القضايا الإنسانية أصبحت المالي كرانيا من بين الأصوات الرائدة في العالم التي تدافع عن القضية الفلسطينية على المستوى الدولي وهي لا تدعو إلى حل مؤقت أو مجرد تهدئة مؤقتة للوضع بل تدعو إلى تغيير شامل يضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل وترى أن الطريق إلى السلام يبدأ من مساءلة كل من ينتهك حقوق الإنسان وإعادة الفلسطينيين إلى مكانهم الطبيعي كأصحاب للأرض والحق ويختم في ظل الصمت الدولي الذي يستمر في التستر على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني الملكة تطالب بتطبيق المعايير الإنسانية والدولية على الجميع دون استثناء معربة عن آملها في أن يؤدي ذلك إلى تحقيق العدالة التي طالما حلم بها الفلسطينيون هذا الصوت هو ما يحتاجه العالم اليوم صوت يدافع عن الحق والعدالة بلا خوف أو تردد وبالعودة مشاهدين إلى ضيفنا الدكتور عبد الحكيم القرالة من جديد يعني دكتور من مقابلة جلالة الملكة برأيك هل دعم المجتمع الدولي غير المشروط لإسرائيل وخاصة من الولايات المتحدة يسمح لها بمواصلة سياستها دون أي محاسبة وبرأيك ما أثر ذلك على الأزمة والسلام في المنطقة تفضل سيدية الكريمة مما لا شك فيه لا يختلف اثنان على الدعم لا محدود لا مشروط من قبل الرياضة المتحدة الأمريكية لآلة الحرب الإسرائيلية وهنا يجب أن نشير إلى أن صوت جلالة الملكة دائما مسموع لأن دائما خطابها وفكرها أني المستشرف القوي المستند على قوة الحجة وعمق الخطاب والجرأة في الصرح فبالتالي ستستفيره وتنهض ربما الضمير العالمي وظاهي العام الدولي أن يتحمل مسؤولياته من خلال تسليطة ضوء على بعض من الأفض الثقطات للشرعية الدولية التي لم تتحمل مسؤولياتها سواء في إطار المؤسفات أو الموافق عندما تعلق الأمر بغزة فبالتالي اعتماد خطابها دائما على الحجة والبراهين والأمثلة يعني يجعل من هذا الخطاب قويا ومسموعا ومؤثرا في إطار أن يتحمل جميع مسؤولياته لإيقاظ هذا العنف وجرام الحرب والإبادة التي تعرض لها الأشقاء الفلسطينيين فلذلك دائما جلالة الملكة في ظهر ما تتمتع به من شخصية ومكانة رفيعة في الأوساط الإقليمية والدولية تسلط الضوء وتركز وتخاطر الآخر بلغة قوية مسنودة بالحجز والبراهين أن عليكم جميعا أن تتحركوا لوقف كل هذه الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها الفلسطينيون يعني منذ عقود وخصوصا بعد أحداث السابع من أكتوبر والعدوان الإسرائيلي الغاشل الذي قطع كل سبل الحياة ولم يجعل شيئا ناضبا بالحياة في غزة إلا وقتله ودمره فلذلك على الجنية عن تحلال مسؤولية نعم أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الحكيم القرالي شكرا جزيلا لك وإلى الكاريكاتير العربي مشاهدين لهذا اليوم لعماد حجاج من موقع العربي الجديد لنتابع طغى مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله على الصحف العالمية الصادرة اليوم واعتبرت بعضها أن مقتله يمثل التصعيد الأكثر خطورة منذ عام بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي بينما ذهبت أخرى إلى أن الهجوم يمثل إحراجا لبايدن ويظهر مدى عجزه فتحت عنوان الضربة الضخمة في بيروت تترك واشنطن والغرب عجزين أمام إسرائيل ألقت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الضوءة في تحليل لجيرمي باون على إعلان إسرائيل مقتل حزب الله حسن نصر الله وقالت إن استهداف مقر حسن نصر الله في الضحية الجنوبية في بيروت بهجوم ضخم بمثابة إشارة أكثر تأكيدا على أن الهدنة في لبنان ليست على أجندة إسرائيل وقالت بي بي سي إن الهجوم الذي بدأ وأنه تم توقيته لمتابعة تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن إسرائيل قادرة على ضرب أعدائها أينما كانوا صحيفة إدعوت أحرنوت قالت إن البنية التحتية الاستخبارية للموساد في لبنان سمحت باغتيال نصر الله وجاء على لسان المحلل العسكري رون بن ياشاي عبر مقال له في الصحيفة إن عملية تصفية قيادة حزب الله العليا وعلى رأسها نصر الله لم يكن من الممكن تنفيذها دون معلومات استخبارية دقيقة إن هذه المعلومات لم تحدد فقط الموقع العام للمجمع تحت الأرض الذي كانوا فيه بل عرفت أيضا متى يجب إطلاق العشرات من الذخائر بما في ذلك القنابل المخترقة للمخابئ لتصفية نصر الله وكبار قادته وليس هذا فحسب بل كان يجب على الاستخبارات أن تحدد العمق والموقع الدقيق لغرفة الاجتماعات في المجمع تحت الأرض في الضحية الجنوبية لبيروت حيث كان نصر الله وأعوانه مجتمعين لصياغة استراتيجية مواصلة الحرب وإلى علم الكاريكاتير وهذا تعليق رائع من رسام الكاريكاتير بيتنز في آيريش إكزامنر حول جرائم الحرب الإسرائيلية إبادة جماعية في غزة ولبنان لنتابع فنصل بذلك مشاهدينا إلى ختام بين السطور لهذا اليوم في أمان الله موسيقى